محمد البازل تكلم بصفة كاملة عن الأرقام وقدر كمان في الآخر أنه هو يجيب لنا بعض الصور اللي بتؤكد الأرقام الأرقام غالبيتها في صالح النادي الأهلي يمكن محمد تكلم و أنا هطلع من الماتش بس حاجة بس ديئة بس تكلم على عدد لعيبة النادي الأهلي في منتخب مصر أنا كنت عايز أتكلم كنت متردد أتكلم ولا ما أتكلمش بس خليني أقدم نصيحة لأخويا الأصغر حسام حاسم أكيد أكيد في ناس بتحب وفي ناس ما بتحبش مش عقول بتكره احنا بنتكلم على أشخاص لكن كلنا كلنا بصفة عامة بنحب بلدنا وبنحب منتخب بلدنا يا حسام حتلاقي في ناس بتهاجم وعلى فكرة مش كلنا خبرة في القرى يعني من حق أي واحد ينتقد ولكن النقد يكون باحترام من غير تجاوز في حدود ومن حق كابتن حسام حسن القانون يدي له حق الرد برضو باحترام ولكن كلنا ورا منتخبنا وإنت المدير الفني للمنتخب فأكيد كلنا وراك حتلاقي ناس بتخلفك شوية عادي ده موجود نصيحتي التركيز التركيز بشدة مع منتخب مصر ده هيكون أكبر رد على المشككين وكلنا وراك لأننا بنحب مصر حتى اللي ما بيحبكش بيحب مصر وكلنا هدفنا واحد الوصول لنهايات كاس العالم عايز وجهة نظري يمكن تزعل ولكن زي ما قلت أنت أخوة أتمنى لك النجاح أنا شايف أن المعجزة المعجزة مش وصولنا كاس العالم وجهة نظري قد تكون المجموعة بنقولها يعني صعبة في بعض الأحيان ولكن مقارنة بمستوى منتخب مصر الحالي ولعبة منتخب مصر الحالي والمنافسين المنافسين الأقرب لنا غينيا بيساو وبركينا فاسو لا فنيا احنا أقوى زي ما قلت مش المعجزة أنك توصل مش المعجزة أنك توصل ده المعجزة لقدر الله لو ما وصلناش ولكن احنا كلنا وراك يا حساب لأننا كلنا مصريين كلنا بنحب الخير لبلدنا كلنا بنحب منتخبنا ركز في المستطيل الأخدر ركز مع لعبتك ركز مع المنتخب وإن شاء الله ده يبقى أكبر رد على المشاككين من خلال النتائج بالتوفيق إن شاء الله يا حساب طبعا بيشرفنا دلوقتي الزميلة العزيز والخبير التحكيم المتميز كفتن نصر عباس مساء الخير يا كفتن الكورسان